شكراً جزيلاً جولي والمنظمين السيدات وثلاثة أصدقائي سعدنا أن نشارك في عقد عدس اليوم مع برناديت من فوضية سامية لأمم المتحدة الشرون اللاجئية ومنظمات الأخرى مشاركة في حلقة نقاش اليوم اللجنة الدولية سليب الأحمر والمادة 36 مساعدات الشعبية النرويجية ومشروع رصد الأثر المدني باستكشاف كل هذا كيف يمكننا دعم الجهود المبذولة على المستوى القطري لتحقيق الماضي قدماً بإعلان الأسلحة المفجرة في المستكان المأهولة تعزيح حماية المدنيين في نزاعات مسلحة بعد استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق مأهولة بسكان سبباً رئيساً لحق الدرر بالمدنيين في نزاعات مسلحة وكان ما يقارب من 94% من ضحي العام الماضي من المدنيين ويوجد لعديد من ضحي الأسلحة المتفجرة الناجين إعقاد مدى الحياة وصدمات نفسية خطيرة جداً كما أسلحة المتفجرة تلحق الدرر أو تدمر بنية تحتية الحيوية مع يترتب على ذلك مناسات عكسية على خدمة الأسلحة المياه الصرف الصحية والكهرباء والرعاية الصحية وتعطي سلاسل الإمدادات الغزائية حتى عندما تدعل أطرافنا تستخدم الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بسكان امتثالاً القانون الإنساني الدولي فإن هذا لا يزال يسبب نمطاً من الضرر مدمر المدنيين على المدى الفوري والطويل وهذا يحدث دائماً تحت أن أفنا وفي الواقع عندما نستخدم الأسلحة المتفجرة في مناطق المأهولة بسكان فإنها تستمر في يدها الضرر يجاوز بكثير أهدافها بعد فترة طويلة من استخدامها كعاملين في المجال الإنساني ما زلنا نشهد الموت والإسابة والديمار والتشريد الناجم عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان ونحن نرى هذا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفكرانية في غازة اليوم وأوكرانيا وسوريا وأماكن أخرى لقد انقرر مكتب تنصيق الشؤون الإنسانية بنشاط في هذه القضية منذ 2009 لقد عملنا بشكل وثيق مع دول والأمة المتحدة واللجنة الدولية الصليب العحمة والشركاء المجتمع المدني الذين نستمتون إلى بعضهم في حلقة النشهات اليوم في محاولة لتوثيق وفهم وتقليل العمل الإنساني وتستيره بشكل أفضل تأثير استخدام الأسلع متفجرة في المناطق المغولة بالسكان وفي إنجاز باريس في 18 نوفمبر 2020 السنة الماضية اعتمدت الدول الأعلان السياسي والذي أقارته 83 دولة أعلنت الدول أنها ستضمن اعتماد قواتها المسلحة وتنفيذها لسياسات وممارسات لتجنب الأزى بالمدنيين بما في ذلك عن طريق تقييد أو الامتناء عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان حيث من المتوقع أن تسبب هذه الأسلحة ضرراً للمدنيين ويجب أن يمثل تنفيذ الإعلان خروجاً عن نهج العمل كالمعتاد وأن يتجه نحو المزيد من الحد من الأزى الذي يلحق بالمدنيين وتظل أم المتحدة بما في ذلك المكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مستثمرة بالكلام في تعزيز عالمية الإعلان السياسي ودعم تنفيذه الفعال تمت حدث اليوم على الأحداث الجانبية التي شارك مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في عقدها في وقت سابق من هذا العام خلال أسبوع حماية المدني وجزء الشؤون الإنسانية التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماع والذي ركز على الإجراءات المطلوبة من الدول لتنفيذ الإعلان السياسي بهدف حماية المدنيين بشكل أفضل وتعذيز الامتثال للمعايير الإنسانية الدولية والقانون الإنساني الهدف في هذا اليوم هو زيادة الوعي بالإعلان السياسي بين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في مجال الحماية وغيرها من الجهات الإنسانية العاملة في مجموعة الحماية أو معها سنحدث اللجنة عن الأثر الإنساني لاستخدام WAPI كما تشهد عليه جهات الفاعلة في مجال الحماية على الأرض وسوف تحدد المجالات ذات الأولوية في الإعلان السياسي التي يجب معالجاتها بالإضافة إلى الفرص والنقاط الدخول لمجموعة الحماية لتعزيز جهوز التنفيذ على المستوى الوطني ويساعدني الآن أن أعطي الكلمة لإيزيزي برناديت وفي الأم المفاوضية السامية والأمل تقديم بعض ملاحظات افتحية ضغفية وأتمنى المناقشات مثمرة وشكرا بندنيت تفضل الكلمة لك مساء الخير رامش وشكرا للمجموعة الصباح الخير مساء الخير لجميع من دواعي سروري أن أستطيع هذه الفعالية وأفتح هذه الكلمات وتطعب نيابا عن مفاوضية سامي اللاجين وزملائي الاستكمال ما قاله رامش الكلمات قد تكون هناك قلق كبير في حول الحرب والذي التي تقسل على السكان الذي قالها رامش الآن والأمثل الذي ذكرها وفي هذا السياق استخدام المتفجات للنساء في المناطق المأهودة لتكثف الموت والجروح للمدنيين وحدوث دمار للمدنيين والأهداف والبنى التحدية رامش لقد أنت أمثلة ذكرتها أريد أن أرى هي تأثيرها للمتفجرات هذه الأسلحة والهجوم على المدنيين من السكان وقد سمعنا هناك أمور تردى صداها من شهادات من محمد سنستمع عليه بعد قليل وكيف لقد شكرا له أنه قبل الدعوة بشكل متواضع لنسمع قصته بينما هناك أمور متعددة لماذا النزوح هذا يأتي من الصراع وأيضا من استخدام هذه الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة وأيضا نزوح كبير للمدنيين في جميع أنحاء المناطق وأيضا من فوض السامي والرئيس المجلس قبل يومين قبل النزوح وصل 1.4 مليون من الأشخاص الذين تم نزوحهم هذا كجزء من القتل والعنف والخروقات من عديد من الدول والآن بشكل منزر أكثر من 1.8 مليون لقد تم نزوحهم من دولهم هذا من المهم أن تحصل حماية لجميع المدنيين وشكل مباشر وغير مباشر لهذه الأسلحة المتفجرة تم استخدامها وهذه يحتاج أن نستمع للمدنيين من السكان لحمايتهم وأن نتفاوض وأن نستخدم الدبلوماسية لمنع أو وضع حد لهذه الأسلحة متى هذه تستمر في تقوية الشراكية في هذا المؤتمر لتخفيف هذه الضرر لهذه المتفجرات وخليه جميع راميش لقد ذكرت أيضا الركائز في الأعلان السنة الماضية ونعتبرها هي ركائز تقوي الحماية المدنيين وبالوافق مع القانون الدولي إنساني وهي تتعدى جهودنا لالتزامنا والأعمال على النصائد الدولي متى ما نحن نستطيع نفع ذلك والتنصيق هذا المنح للحماية وإجراءات الحماية لمنع لهذا النزوح وحماية حقوق المدني الضحايا وخلق ظروف ووضع حلول لجميع المدنيين وخاصة أولئك الذين تم نزوعهم داخليا اليوم نجد الفعالية هي بعض الأعيام المقدبة نحن نريد الاستثمار في هذا الجهود الجماعية أمل أن نفوض نحن فرص لنشارك أفضل الممارسات والأدوات خلاقة لترجمة هذا الأعلان ونحن أعمال مقياسية وأنا نتمنى لكم جلسة ناجحة وفاعلة وشكرا لكم جولي الآن سأنظم أريد شكرا برناديد وانمرين مانيج لمشاركتكم وقد تساعد نحن مناقشاتنا في الإطار والآن أعطي الكلمة للمناقشة كما لاحظتم نحن لقد تم خمسة متحدثين كلهم من خبرة ثرية في الحماية المدنيين في الزراعات المسلحة وغزدة في المناطق المأهولة بالسكان والأذى للمدنيين الجلسة الآن ستجلب هذه المفاهيم من دول حول العالم لنغفر الوقت الآن سنوقف المتحدثين نشارك سيارهم الذاتية معكم الآن في صندوق الدداشة لدي بعض الأسئلة المعدة مسبقاً للمتحدثين وأريدكم أن تضعوا أسئلتكم أيضاً أريد أن وضع أسئلتكم في الأسئلة والأجوبة وبعد ذلك سنعود إليها للإجابة عليها ولقد لحظتم المتحدثين أريد أن أذكركم أن تبقوا جواباتكم قصيرة ولكي نسمع منكم جميعاً إذا كان هناك أسئلة على المتحدثة العربية وهي مديرة موجودة في المملكة المتحدة لورا سؤالي لك لماذا كبح هذه المتفجرات هي مهمة وما هي هو الأعلان السياسي الأمور المهمة فيه وهذه الافتداحات الكلامية نريد أن أسمع والبناء على هذا السؤال نحن تم عطناق من 83 دولة تم عطناق هذا الإعلان السياسي السنة الماضية تفضل لورا كلمة شكراً دينا وشكراً أولترا والمفاوضة السلامية اللاجئين لعداد هذه الفعالية وقد وضعت هذه العدة لهذه الفعالية نحن نتحالف من المنظمات الأهلية ومخاءة غلال عملنا متما هناك أسلحة متفاجرة في مدن وقرى وفي المناطق المأهولة دائماً هي المدنيين الذين يعانون هذا شيء نحن وصقناه وبحثناه في بيانات ومع حضور نحن الأفراد الموجودون معنا في المتأسرة في الدول وتأثيرها لماذا؟ هذه مشكلة تظهر هي بسبب توسعها ومشاكلها الحادة والعنكاسات في أبحاثنا وجدنا كل سنة هي الألاف من المنظمين تم قتلهم وهم يجرحون بسببها وخاصة مناطق المأهولة يعانون هناك صنمات نفسية بسبب متفاجرات بعض الأفراد هنا كان تعرض للأذى قد وضع بيانات عندما تستخدم هذه الأسلع في المناطق المأهولة 90% الضحايا هم من المدنيين ونحن أيضاً نشارك معكم في الشاشة هنا في اليوم هناك بعض المتفاجرات في غزة الضفل في غزة هناك أيضاً أمثلة حادة للمعاناة هناك ونريد أن نعترف هذه من المتفاجرات التي تم اقتبارها دائماً في ظروف متعدة أوكرانيا أثيوبيا اليمن سودان سوريا وهذه بعض الأمثلة القليلة أيضاً هي منتشرة جداً هذه الأسلحة وهذه المتفاجرات من خلال بحثنا وبياناتنا شبكتنا هنا وثقت كل سنة ست ستين دولة متغيرة وهي فقط تقصف المدنيين والبحاث والبيانات هي الآثار المباشرة هي حادة جداً وأيضاً هي صدى كبير هي تعمل الكثير من الدمار والتدمير والأذى للمنازل البناء التحتية والأنظمة والمياه والصرف الصحي بما يتعلق التأثيرات على المدنيين الموت بسبب هذه الهجومات والتأثير المدى الطويل تعرض له الأشخاص وأيضاً لأمور قصيرة أيضاً فترة قصيرة هي يتأثرون بها وثامتهم المتحدثين بعض اللي هناك الأمثلة مهند سنتستمع عليه بعد قليل 80% من البنى التحتية تم تدميرها ويجب أن تعاني بناءها وهذا تأثير كبير على الخدمات الأساسية وأصرف الصحية التي أدت إلى مشاكل الصحية المياه والأصح والمجاري والمياه التي تتعرض لها المدنيين في الداخل وفي الخارج هذه بعض الأمثلة ذكرتها عندما نشر لهذه المتفجرات بشكل عام في دول مختلفة في العالم التي تبين لنا أن الأمر مهم لعرض هذه المشكلة منذ المنظر السنة الماضية ونبقي أعيننا لأن أول اعتراف دولي لهذه استغرام الأسلحة المتفجرة في المدنيين يجب معالجتها بشكل مباشر وتعرف عليها هي مشكلة وهي الخطوة الأولى كما قلت تم اعتناقية وتم 83 دولة تم التوقيع على هذه المعادة والتوصيق هذا الإعلان ومصادقة علي لك أن اعترف أن هذه بداية فقط بناء على الاعتراف لالتزام العمل سوية لوضع تغييرات في السياسة ومعايير جديدة لحماية المدنيين ومعالجة التأثيرات المدنيين في القصف التي تحدث على المدن بما نفعله بالنسبة للإعلان والتزام الدول والسياسات والممارسات وتوظيف هذا هناك محدودية لاستخدام هذه الأسلحة متفجرة في المناطق المغولة من أجل تفادي الأذى بالمدنيين وخاصة الاتزام يحتاج الدول أن يحددوا أن يمنع هذه في الشوارع وأن يدعوا السياسات والممارسات وهذا يحتاج إلى الجيش لكي يحدد هذه البنى التحتية وأن نفهم التمثيرات على المدني على السكان المدنيين وأين البنى التحتية تم تدميرها وبنائها بنائها ويحتاج لنظام لضحايا وخاصة تقديم المساعدة للضحايا التي تتعرضون للصدمات النفسية والوصول للخدمات وأخيرا يحتاج الدول أن يجتمعوا ويشاركوا بالنسبة للذين يؤذون المدنيين ويترفون بدور هذا تركيزنا اليوم ومفهومنا استخدام هذا الإعلان كادات لنستخدمه في التغيير وهذا يعني أن الدول تسانده وينفزونه بمعيير جديدة بالسلوك والتنفيذ وأيضا هذه الدول منضمة إلى هذا شكرا لنا نعود إليك أريد الآن لنفيني الذي هو المستشار القانوني في الهجمات العدائية في جينيف السنة الأخيرة نشرت تقريرا حول التأثير وخاصة هي خيار خطير في المناطق ما هو لهذه الدراسة ما الذي حاوته هذه الدراسة ألينا تفضلي لك شكرا لدعوة للتحدث لقد كان فرصة لقطاب هذا التقرير أريد أن أقول نتائج هذا التقرير سنوات عديدة من العمل وأدام في زملائي هنا في المقر الأساسي في جينيف وفي العالم أيضا في هذا السياح في الصراعات المصلحة في المدن المأهولة بالسكان وتأثيرها ما بعد ذلك لأن التأثيرات هذه الأسياحة الصقيلة المتفجرة لا تتوقف عندما ينتهي العنف وفلال قبل عقد أو أكثر من عقد من العمل في هذا السياق لدينا ولاحظنا استقدام هذه الأسلحة الصقيلة المتفجرة في المناظ المأهولة تسبب سبب كبير في الأذى المدنيين وأيضا تثيرات كبيرة تحت البند القانون دول الإنسان والنتائج في التقرير هذا أريد أن أقول بعض الكلمات سبب عملنا وما هو وكيف نحن بدأنا الحصول على البراهين ووضع نتائجنا على التقرير 300 ورقا في هذا التقرير منذ 2011 نده للدول والأطراف لتفادي استخدام هذه المتفجرات في المناطق المأهولة بالسكان هذا يعني نستغلون أن لا يستخدموا إلا إذا كانوا يستطيعون أن يأخذوا أن يقللوا من المخاطر والمخاطر لتأذية المدنيين في عام 2014 كان هناك مبادرة لمتعدد القطاعات لكي يكون هناك توصيق حول أذى المدنيين الذي تسببه استخدام الأسلحة المتفجرة وأن نحدد الأسلحة التي لها تقنيات أو تقنية فتاكة وخطرية وأيضا أن نحلل التعقيدات القانونية من استخدامها وأن نضع بعض الأمثلة حول الممارسات الموجودة والسياسات الموجودة لتحديد استخدام هذه الأسلحة هذا كان من خلاك الاجتماعات القبراء وأيضا النقاشات مع أيضا مع الجهات المسلحة وبعض الدول وأيضا العمل الذي قمنا به من خلال التحليل القانوني قمنا بذلك من خلال هدف واحد هو أن نقوم بتأثير السلوك الأشخاص وخاصة في الصراعات المسلحة وأيضا أن يكون هناك حماية أفضل للمدنيين وكل هذا يتم تحقيقه من خلال التفادي استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة للسقنا وكل هذا يتم استهداف أن يقوم لتغيير تغيير تفكير الصانعي السياسات وأيضا الجهات المسلحة والقوات المسلحة إذن النتيجة من خلال هذا العمل والتحليل والعمل الميداني وأيضا التحليل هنا في جينيس كل هذا يعطينا بعض التوصيات للممارسات الجيدة لائحة طويلة وخاصة نعطيها للسلطات السياسية وجهات والقوات المسلحة وأيضا الدول وأيضا المجموعات المسلحة الغير حكومية ونضع هذه السياسات لأفعال من أحد النتائج الأساسية أولا وهي قد تكون أن التقرير بالرغم من أن الأذى للمدنيين قد يكون معقدة ولكن كلها يأتي ضمن وسببه ما هي الأسلحة التي يمكن استخداثها وما هي التي يكون لديها تأثير كبير على المناطق التي لا تسبب أذى للهدف وهي التي تسبب مشكلة وفيه كثير من السياقات في مناطق مختلفة في العالم التي يجب أن يكون هناك استهداف للأشخاص يجب هناك نرى بأننا عندما نستهدف بعض الأهداف في المناطق المؤهلة هناك استهداف للمدنيين وأيضا أذى للمدنيين وسوف أتحدث عن الخبرات الميدانية التي جرامناها وهذا الأذى لا يتوقف للأسف بعد الاستهداف وخاصة إذا أن البنى التحتية يتم تدمرها كما ساهدنا في سوريا واليمان وغيرها بأن المدنيين سيعانون من قلة البنى التحتية والاحتياجات الأساسية لسنوات طويلة وأيضا أن الأسلحة المتفرجة قد تكون لديها أذى كبير لأنها تسبب تفجيرا كبيرا أو غير غير دقيقة في إصابتها للهدف وهذا يؤدي إلى ظهور مخاوف قانونية ومخاوف إنسانية نحن لا نتحدث عن كل الأسلحة المتفجرة ولكن الأسلحة التي تسبب أذى على نطاق واسع ومن الصعب أيضا استخدام هذه الأسلحة في المناطق المأهولة وخاصة فيما يتماشى مع القانون الدولي الموجود وأنا أتحدث بشكل عن القانون الذي يتحدث على منع استخدام الاعتداءات التي لا تميز بين الأفراد وهذه الأثار التي تسبب أثراً على نطاق واسع وخاصة بأن المدنيين قد يكونون بجانب القوات المسلحة هذا يجعلهم من المستحيل أن نقوم باحترام قانون الدولي وقانون حقوق الإنسان أما النتيجة الثالثة نحن نرى أن هناك بعض الأمثلة وبعض القوانين بعدم استخدام الأسلحة الثقيلة ولكنها ليست موسعة وأن أوتشا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قاموا بدراسة واسعة نرى بأن هذه الأسئلة غير فعالة وعلينا أن نقول بتغيير هذه الممارسات وهنا ما يقوم به الأعلان السياسي الذي يمكن سيساهم بشكل كبير ولهذا المثال يساعدنا على التقييد في استخدام الأسلحة الثقيلة وهذا وخاصة بأنه لا يتعارض مع تحقيق نجاح المهام العسكرية ولكننا نستطيع حماية المدين إذن النتيجة نراها بأن وهي النتيجة الأساسية لهذا التقرير هو أن هو عدم أو استجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولية وهي ممكنة ويمكن التجنب استخدام وهذه من أساس التوصيات التي قمنا بها في هذا التقرير وبعض على صعيد السياسة وعلى صعيد هناك الكثير من الطيات الموجودة والخصائص الموجودة التي يمكن من خلالها استخدامها لتجنب الأسلحة المتفجرة ونحن هو من أهم التوصيات التي قمنا بها لأنه يساعد على احترام القانون وأيضا يساعد على تحماية المدنيين الذين هم موجودين في المناطق المكتظة بالسكان أو المأهولة بالسكان وهذا هو أساس وجوهر عملنا شكرا وأعود لك دينا شكرا إيريني على هذه التعليق لقد قمتم بإعطان بعض العواقب الإنسائية لاستخدام الأسلحة المتفجرة وخاصة أهمية الأعلان السياسي وما قلت به إنه يساعد على وضع التوصيات ولسياسات الآن سوف أتحدث عن البرامج على صعيد الدول وأعطي الكلمة لرسموس راشكا الذي هو من المستشارين الأقدميين للسياسة في وزارة الأسلحة والتسليح وأنا رسموس أود أن أسمح منكم على الممارسات التي يمكن استخدامات ليكونوا على أهبة الاستعداد لحماية المدنيين وما هي التجربة التي خط بها وما هي النتاج التي توصلت إليها شكرا لكم ولدعوتي على التحدث وأيضا أشكر المنظمين والمتحدث السابق أود أن أركز على نقطة الأعلان السياسي إنه قد يكون له التأثير كبير على صعيد الميدان وخاصة إذا تم تنفيذه بشكل جيد إذا أراد أحدهم حماية المدنيين وكيف يمكن تحقيق ذلك فهناك الكثير من المسارات التي يمكن تحقيق ذلك وأن يكون هناك التزام وأيضا تنفيذ الإعلان السياسي وأن نحترق قانون الإنسان وأيضا نغير من السياسات الموجودة عندما يتم يكون تحقيق كل هذه العناصر يمكن تنفيذ الإعلان السياسي وتحقيق الغاية المنشودة في الآن هناك الكثير من النشاطات التي يمكن أن تقلل من مخاطر استهداف المدنيين والتي قد يقلل من الأذى على المدنيين بعض الزملاء النشاطين الذين قاموا بالدراسة ومن الأهم النشاطات التي قاموا كانوا على معرفة ودراية بكيف يمكن للنشاطات أن تقلل من الأذى المدنيين وخاصة من الألغام الموجودة كل هذه تكون بعض موجودة وخاصة ما بعض الصراع ونعرف أن الكثير من الضحايا للأسع المتفجرة هم من الضحايا المدنيين وكيف يمكن أن نقلل من هؤلاء الضحايا نحن نعلم أن الكثير القطاعات قد استعدوا للتقليل من هذه المخاطر ويجب علينا الوقاية ونحن نستطيع الوقاية وخاصة نحن في مؤسستنا في الماضي لم يكن هناك أي مبادرات ولكن الآن بدأت NBA استطاعت أن ندب المبادرة القائمة على التحضير للصراعات هذه المبادرة تعمل على تعزيز حماية المدنيين من خلال الاستعداد إن هذا البرنامج هناك طرق متختلفة له من خلال الأدوات والمعرفة التي يمكن أن يستخدمون لزيادة الوعي ولزيادة الاستعداد لأي حروب ونحن أيضا لدينا السؤال هل نتوقع أي صراع لا لكن مثلا دعونا نستخدم مثال غزة هذا غزة نحن نشاهد الأخبار بأن الصراع يتجدد في مختلف الأوقات ولهذا قد يكون هناك ضرورة للاستعداد للصراع الثاني ومن الطريقة التي يمكن أن نقوم بها هو أن نذهب لرفع الوعي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الراديو التلفزيون وأيضا التلفزيون والأغاني وغيرها والتدريب جلسات التدريب لكي نرفع من استعداد المدنيين يمكن أن يلتقوا في بعض المراكز وأن يزيدوا من الوعي من خلال التدريب ومن زيادة الاستعداد قبل حدوث أي صراع نحن قمنا قد حاولنا ربع مليون شخص قد استلموا هذا التدريب وهو من الطريقة التي يمكن أن نأخذها أو يستعد من خلالها الناس هي الشيء نقوم به لكي نقوم به لنشعر الناس بأنهم بأمان يجب أن نقوم به إذا في الأمكان التي من شأنها أن يعود الصراع المصلح مرارا وتكرارا يجد يكون الناس هناك مستعدين وعلى قد أدركوا أن هذا الشيء سيحدث ونحن نرى بأنه قد يتم الوقاية باستخدام بعض الإجراءات الموجودة للاستعداد في التصعيد الذي حدث في أكتوبر هذا الشهر نحن لم نستطع القيام بالتدريب على الأرض وبأرض الواقع وللأسف المساعدات الإنسانية لا توجد ولكن ما قمنا به هو نحن قمنا بالوصول للناس عن طريق وسائل التواصل الاستماعي من خلال الفيسبوك والإنستجرام قمنا بنشر الكثير من الفيديوهات التي قد كانت هناك مثيرة للاهتمام وأصبح الناس يتفاعلون بها ويشاركونها حوالي أكتر من 1.6 مليون حساب قبما تم الوصول إليه في الفيسبوك وخاصة في غزة وهذه الحملة تستهدف غزة ونحاول أن نتكلم مع الناس في غزة سوف أضع الحساب الموجود على انستجرام هنا في خاصية الدردشة وأيضا تستطيعون أن تروا هذه أن تروا المساجات التي نوحى والإيصالها للناس في غزة وهي موجودة باللغة العربية ما تعلمناه من خبراتنا وتجاربنا نحن لا هناك دائما عواقب للأسعالة مدفجرة ولكن هناك عمل جدي ويجب علينا تنفيذه لكي يصبح قادر وذو فعالية في مناطق الصراع نعمل مع الشركاء المحليين بطريقة فعالة لكي نفهم اللغة الثقافة وما يمكن الطرق التي يمكن من خلالها أن ننشر الوعي والرسالة وهذه المدبادرة نفسها نحاول تنفيذها في مختلف المكان وتستطيع أيضا الشركاء المحليين أن يقوموا بنفس المحل لكي أوجز أعطيك مثال أنا نحاول منع استخدام أسلحة معينة هذه هي الطرق الوقائية ولكن يجب أن نتوقع بأن بعض الأسلحة سيتم استخدامها ولذلك يجب أن نكون مستعدين عند استخدامها سوف أنهي هنا وأشكركم جزيلا وأرجوكم إذا كان لديكم أي أسئلة قوموا بسؤاله شكرا شكرا راسمس الآن إلى يوم لسي بوم تأثير في اليمن لوسي هل تستطيعين أن تعطينا النظر عن المشروع الذي تقومون به في اليمن بالأسلحة بالأسلحة بحماية المدنيين من المتفجرات العنقودية وأيضا قلة منع استخدام الأسلحة المستفجرة في المناطق المؤهلة وأيضا ما هي التحديات التي واجهتها إليك الكلمة لوسي شكرا دينا أيضا أشكر كل المشاركين والمنظمين لهذا الحدث وإنه للأسف ضروري أن يتحدث عنه نحن نقوم ببرنامج مراقبة لكي يكون لدينا مراقبة تساعدنا على التحليل وما هو حجم التأثير للأسلحة المتفجرة في اليمن تستطيع أن تستخدمون تشاهدون الآلية التي قمنا بها بعملنا وأيضا البحث الذي قمنا بها وما هي الفئات التي تستهدف والتي تتأثر بشكل كبير بالأسلحة وبالصراع منذ البداية هناك هناك مساعدة للضحايا بشكل كبير ولكن أيضا كانت نستخدم هذه الآليات للمناصرة لنغير سياسات الدول تساعدنا على وضع بياناتنا وأن يكون لدينا أدلة واضحة للسياسات والدول عن الأدلة التي جمعناها من خلال المجتمعات الدولية والمجتمعات الإنسانية لكي يقوموا باستخدام الأدل التي جمعناها لوضع السياسات سأعطيكم مثالين مثلا في اليمن أولا القذائف في المناطق المأهولة هناك تصعيد كبير في اليمن وخاصة عندما كان هناك هدنة ولكن للأسف إطلاق القذائف والصواريخ قد استمر وخاصة في المناطق المأهولة لسوكلة وفي أبريل السنة الماضية كانت بسبب استخدام الصواريخ أكثر من 600 ضحايا بسبب هذه السواريخ هناك الكثير من المدن في اليمن المكتظة بالسكان والذين تأثروا بشكل كبير بهذا الصراع وبالسواريخ التي كانت تقلل فللأسف عند استخدام الأسلحة يؤدي إلى تأثير كبير بعدد الضحايا وعدد كل هذا ساعدنا في التحليل الذي نقوم به وهذا وحاولنا من خلال العاملين الإنسانيين والعاملين غير الحكومين لكي يقوموا بوقف إطلاق النار لكي أيضا يكون هناك سياسات محاسبة أما المثال الثاني أن استخدام الأسلحة المتفجرة في اليمن لدينا كان هناك الكثير من الضحايا من الأطفال للأسف هناك لا يوجد وعي عن التهديد خاصة بين الأطفال فأين يلعبون أين يذهبون ليس لديهم وعي حقيقة ونرى بأن الكثير من الضحايا من الأطفال ما يمكن أن نقوم به يجب أن نحدد أين المدنيين وخاصة الأطفال يمكن أن يكونوا من الضحايا ويجب علينا أن نقوم برفع الوعي لدى تلك المجتمعات كما تحدث راسموس أن يكون هناك استعداد أكبر عند وجود الصراع بعض التحديات التي واجهناها كانت هي كثيرة أولا حساسية الموضوع خاصة بأن كثير من الجهات المسلحة لا تدرك أو هي غير آبها على انتهاك لحقوق الإنسان فنحن لا نقوم بتسمية الذين قاموا بالانتهاكات نحن نقوم بجمع التقارير وبعد ذلك تستطيع المنظمات الإنسانية أن تأخذ ال ال بيانات التي تم جمعها وبعد ذلك يمكنها أن تستخدمها لصالحهم إذا كانوا أرادوا تجريم أي من المجرمين أو أيضا الذين انتهكوا حقوق الإنسان نحن لا نقوم للأسف ليس لدينا شبكات على أرض الواقع ولا نقوم بتحقيقات على أرض الواقع وخاصة في السياق اليمني لا يمكن القيام بذلك وهناك كثير من الفساد ولهذا من الصعوب لبعض المنظمات أن تذهب هناك وتضع بعض المنظمات ترى أن الوضع سيء لا تريد الذهاب إلى هناك أيضا المعلومات التي يمكن جمعها هي محدودة هي اليمن المشكلة أن اليمن بلد كبير ومن الصعب جمع المعلومات نحن لدينا مصادر محدودة ومن الصعب جمع المعلومات وهذا نحن نحاول أن لا نميز بين المناطق فنحاول أن نوسع رقعة المناطق التي نجمع منها المعلومات وعندما تصبح المعلومات متاحة نرجع إلى البيانات التي جمعناها ونضيف إليها المعلومات التي قمنا بجمعها أما التحدي أثل هو موضوع المعلومات المتضاربة وهي طبعا مشكلة أو تحدي ليس فقط لليمن في كثير من المناطق فنرى بأن بعض التقارير متضاربة وخاصة أن هناك أجندات لكثير مختلفة لكثير من الناس وبحسب الجهة التي تنتمي إليها ولا تستطيع أن تحدد من هي الجهة المسؤولة مثلاً عن الضرر إذن يجب أن نتأكد من المناص المصادر التي نعتمد عليها والمعلومات التي نجمها أما التحدي الرابع هو موضوع الوقت هو في 2018 قد تم وضع هذا البرنامج ونرى أن هذا كان هناك الكثير من الصراعات التي حدست وللأسف لم يكن هناك أي آلية محاسبة للمشكلة أن لدينا ثلاث سنوات هو لا يوجد فيها أي معلومات لا نعرف أي شيء ماذا حدث خلال الثلاث سنوات هذه وهذا يؤثر على صانعي القرار تستطيعون بأن هناك الكثير من التقارير التي قمنا بها وتستطيعون الوصول إلى تقاريرنا من خلال موقعنا الإلكتروني وإذا كان لديكم أي سؤال تستطيعون أن تسأله شكرا لكم هناك الكثير من الدروس المستقام من اليمن وما قلته أيضا راسمس الآن أعطي الكلمة للسيد مهند عبد السلام مهند سوف يتكلم عن نظرته وتجربته في العراق وهو محامي محمد أنتم كنت من أحد المتكلمين في الأسبوع للمدنيين للأمين العام وتحدثت على تعزيز حماية المدنيين في المناطق المأهولة للسكان بعدما خط تجربة شخصية أيضا في مجتمعك وفي مدينتك الموصل لعراق وبعد سنة من اعتماد الأعلان السياسي سؤالي لك ما هي انعكاساتك على أهمية هذا الأعلان وما هي توقعاتك في المستقبل لهذا الأعلان السياسي أعطي الكلمة لك مهند شكرا دينا مرحبا بالجميع شكرا لستهدى شكرا للضيوف الكرام والمنظمين لهذا الإيبنت اسمي مهند عبد السلام من مدينة الموصل حاصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق ستهدى إذا كان الصوت واضح 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 مهند شكرا حاصل على شهادة أنا من الموصل وكنت نازح لسنوات طويلة أنا أيضا أحد الناجين من الحرب التي اندلعت في مدينتي عام 2014 في ما يوم من العام الماضي كنت أحد المتحدثين لفعالية حول الحرب الحضرية لخلال أسبوع الأمين العام لأسبوع المتحدة لحماية المدنيين أتذكر خلال الحدث أنني سردت قصتي على مسامع الحاضرين وأكررها اليوم وتذكرت المعاناة في أيام الماضية عندما أجبرت عائلتي جيراني على الفرار من منازلنا بعد غزو داعش للمدينة وتركنا بيوتنا التي كانت تستخدم من قبل داعش كانت ملاجئ وقواعد عسكرية خلال خلال معاركهم كنت أنا وعائلتي من بين آلاف العائلات التي نزحت عدة مرات منذ عام 2014 حتى عام 2016 أثناء تعرض قريتي ومدينتي للقصف الجوي الذي تنظيم داعش بشكل يومي لكن للأسف كان ضحيته مدنيين لقد كنت محظوظا بما يكفي للنجاة من الحرب لكن كان الثمن باهظ للغاية العيش مع الصدمة أو حاول التغلب عليها ثاق مبتور وجسد مليء بالشضايا في العام الماضي خلال أسبوع حماية المدنيين كنت آمل أن يتم الاستماع إلى ندائي للدول باسم الإنسانية لوقف استخدام الأسلحة الفتاكة ثم شعرت بالسعادة غامرة عندما علمت باعتماد عدة دول الإعلان السياسي لتعزيز حماية المدنيين من العواقب الإنسانية والناجمة عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان على الرغم على الرغم من أنني متفائل بطبعي إلا أن صور المدنيين الأبرياء الذين قتلوا على نطاق واسع في هذا العام بأسلحة متفجرة ومتطورة في مناطق مكتظة بالسكان وتكاثر الصراعات في عدة أجزاء من العالم عادتني إلى الوراء إلى الصدمة وإلى الشعور اللا إرادي بالخوف من المستقبل والخوف من أن تعود الحرب وأن تأكل الأخضر واليابس وأن يتكرر السيناريو المأساة التي مررنا بها أنا وأهلي في الماضي وجيراني ومدينتي أتمنى أن يتوقف هذا الكابوس أتمنى أن تنتهي الحروب الدموية أن يحصل الأطفال على حياة التي يستحقونها وأن لا تتفرق العائلات أبدا أتمنى أن تحترم حقوق كل إنسان مهما كان دينه وعرقه واختلافه الجسدي والفكري ما زلت أحلم بحياة أفضل ما زلت أتمنى كما ترون لقد استمعت بعناية للمداخلات السابقة وقلت لنفسي لطالما لا تزال هناك وكالات وأشخاص يهتمون بإخلاص فقد نجد طريقة للنجاة وما دامت بعض الدول لا تزال مهتمة فقد نجد نورا في نهاية النفق وأمل أن يترجم هذا الإعلان السياسي إلى أفعال وأمل أن تحترم الدول القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان آمل أن نلتقي في العام المقبل مرة أخرى ولكن الاحتفال بالسلام آمل أن يدرك المجتمع الدولي أن نعيش معا على هذه الأرض وعلينا أن نحميها إن لم يكن من أجلنا فمن أجل الأجيال القادمة من أجل أطفالكم وأطفالنا هذا كل ما أتمنى وأن يحقق الإعلان السياسي شكرا للجميع لإستماعي وأي شخص يود السؤال شكرا دينا شكرا محمد I think your personal reflections thank you شكرا لك لإنعكاسات التي قدمتها الآن شكرا جزيلا محمد وأيضا شكرا للمتحدثين اليوم وسجاباتهم لقد كانت قيمة جدا هذه المناقشات هناك العديد من الدروس التي تعلمناها والأفكار التي تعلمناها أيضا والمستائلة السؤال هنا بشكل عام يحتاج للاستباقية والمنع الآن أعطي إلى هدى الشرشول الآن ستعطي الأسئلة لمتحدثين التي ظهرت على الدردشة ليس لدينا وقت كاف أعطي الكلمة إلى هدى الآن تفضلي كلمة لك شكرا جزيلا ولكل المتحدثين شكرا مهند لهذه شهادة المؤثرة أعتقد لقد غيرنا الكثير من الأسئلة هنا ونبدأ أيضا هنا بالأسئلة من الصليب الأحمر ولوسي أولا ريني من الصليب الأحمر هناك بعض الغطة في التهجي وأنهم يعملون بكثير وأيضا في المقاضية السامية اللاجية وهناك ملاحظات بالنسبة المستوطنات السؤال كان وضع باللغة الفرنسية وسنعيد بالفرنسية وبعد ذلك بالانجليزية السؤال من هل تستطيع كيف اللاعبين الصليب الأحمر بالسكان المأهولة هل تستطيع هذه استخدام الأسلحة المتفجرة هذه الخبرة في هذا المجال والذي على المستعالين الإنسانيين لحماية المدنيين ومنازلهم ومنشاتهم وأيضا هذه يمكن أن تستخدم في هذه الأمكانة تفاضي ليريني الكلمة لك شكرا جزيلا لك بالنسبة المعسكر بالنسبة لإستعداب المدنيين والبيوت والسؤال الثاني عن الأسلحة المتفجرة فيما يتعلق للسؤال الأول هناك التزام ضاحت الأسلحة المتفجرة للسكان المؤهولة وهناك هناك أمور حذر لحماية المدنيين المتعرضين للهجوم وتفاضي هذه في الأماكن المدنيين والأهداف المدنية المعسكرات العسكرية هي من الأهداف الهجوم في هذه المعسكرات بالنسبة للمجموعات للدولة أو غير الملحقة بالدولة أن يضعوا نحو قواتهم وأيضا يضربوا المعسكرات والضباط وحتى المدارس العسكرية بعيدا عن المدنيين ولسوء الحصن رأينا كثير في العالم وخاصة في سويسرا حيث أنا موجودة وخاصة في أمور الحضرية الكثير من المنشآت هي في منتصف المدن على هذه أمور تقنية هي خرق القانون لا أحد يقول للحكومة السويسية أن تبعدوا أنتوا قواتك القوات العسكرية بعيدة عن زيوريق أو بيرغ من وصل المدينة ولكن تقنية هو شيء الصحيح أن نفعله هذا في الأيام السن وما بالكم في أيام النزاع والصراع والخرقات العنفية تزداد في المناطق الأسلحة في الصراعات المسلحة هناك بعض الأمور الممكنة التي تحرك المشار بعيدة عن السكان مأهولة بالسكان وقد يكون غير ممكنة ولكن على الأقل أن نبعد المدنيين بعيدا عن الأهداف العسكرية يفضل الأول بدل من الثاني لتفادي نزوح المدنيين هذا مهم جدا هذا التزام وإذا لم يكن ممكن أن نأخذ حذر احطيات أخرى لتفادي الهجوم وبضع هذه معسكات العسكري بعيدة عن المدنيين هناك أمور لينة في أيام السلم والتزام أقوى عندما يزداد النزاع وخاصة في الصراعات المسلحة وهنا في ملظمتنا هناك التزام ضحت الأسلحة المتفجرة مؤولة بسكان نأخذ إجراءات لحماية المدنيين أيضا أولا نحن إبعاد هذه المتفجرة وتحديد هذه المناطق التي تم العبث فيها وتلوثها في هذه المتفجرات وهناك خطورة في التعليم للسكان ليتعرفوا على هذا الخطر الحاضق لهذه الأهداف وعدم لمسها وهذا العمل مع السلطات المحلية الكثيرا لساعدتهم على بناء المقدرات وتصميم وتنفيذ مثل هذا التوعية الزاتية في البرامج للسكان المدني يكون هناك إحساس وتفادي ما يتعرضون إليه بقدر الإمكان ولحمايتهم بإبعاد وهذه المتفجرات والألغام والمواد المتفجرة الأخرى أيضا هناك منظمة المغضرة الهكومية وهي تعمل في هذا الميدان شكرا جزيلا رينا لا أتقم في راس لاورا تريد هنا إضافة أي شيء هناك سؤال آخر وهو يتعلق بهذا الأمر السؤال الثاني هو سوى من نسبة المتفجرة التعليم حول الذخاء المتفجرة والمنظمة قائمة المحكومية كيف تدريب الجيش والأمور الإنسانية وكيف يمكن تطبيق هذه التدريب عليهم الصليب الأحمر إذا ما كانت تريد تعليق على هذا والتستكمال بالنسبة للأسلحة المتفجرة وربما نسمع من راسموس واللاورا واللوسي بعض الأمثلة في الميدان تفضلوا كلمة لكم طبعا سأقذ هذا وسأتوقف لتحدث المتحدثين الآخرين نعم ممكن جدا بالنسبة للتعليم نحن نفعله بشكل دائم خاصة للقوات الحكومية والتدريب في أوقات السلم والحشد في العمليات والزخار المتفجرة وحماية المدنيين الزخار المتفجرة هي جزء من تلك التدريب نفعله لحد بعد للمجموعة غير الحكومية وهناك علاقة نحن معهم ولكن المعرفة حول القانون وما نعلم هو ليس كافيا يجب يكون يستكمل بالتدريب القوات المسلحة كيف تنفيذ القانون وكيف تنفيذ القانون هو بالنسبة للسياسات والعقائدية لأن هناك توصيات في تقريرنا والتزامنا في الإعلان السياسي يأتي أيضاً تدريب على هذه المناحي مهمة جداً أكثر أفضل ما يعلمون في القانون الدول الإنساني كلما كانت هناك فرص وحالات علاقات بين القانون وأزاء الضرر بالمدني يمكن تفاديها لأن هذه الأسلحة إذا كان القانون تم ترجمة وتنفيذه الكثير من الحالات يستخدم الأسلحة يمكن أن تستخدم هي على أساس غير شرعي وهذا نحن يجب أن يتقيد به وهذا هناك تطبيق وأيضاً نقطة الأخيرة أريد أن أعمل بها على القوات المسلحة غير الحكومية وأيضاً القوات الحكومية هي ليس حصرياً حول القانون عديد من الأوقات السلوك هذه القوات تؤثر لأعوام الأخرى هناك ثقافية دينية أو أمور أخلاقية يجب أن نتفدها أو نتجاهلها هذه أشياء لأن قانون ذكرها هذه بعض الأعوام الأخرى حتى الأمور الثقافية في القوات المسلحة كيف هذا الضغط النظيري يؤثر على سلوكهم هذا نتائج عملناه سابقاً هي قواعد ضبط النفس ضبط النفس في حول العنف القانون حقوق الإنسان يجب في تدريبنا أيضاً نحن نذهب إلى تلك المبادئ الأخرى وهي أمور استكمالية للقانون شكراً جزيلاً الرجاء أن تستكمل راسموس تريد أن تريد أن تضع أي شيء نعم في شيء سريع الصليب الأحمر يعمل كثير عمل باهر في العالم لتعليم في الأصحاب المصلحة المشتركة وأيضاً القوات غير الحكومية أريد عندما تنفيذين للإعلان السياسي نحن نناقش كيف هذه الدول تترجم الواجبات وأي سياسات لديهم وممارسات لديهم عندما يأتي هذه المنشآت وتقطيط العسكري إلى ما آخر هذا في الحوار مع الدول مع المنظمات الأهلية والظليب الأحمر والآخرين المنقرطون لهذه الأمور لهم يريدون أن يتغير السياسات والممارسات لتنفيذ هذا الإعلان السياسي ونناقشته هناك بعض الأسئلة من نسوة الزائر المتخدر المتفجرة والتعليم حولها هذه نشاطات نحاول أن نعلم كيف نحن نتجنب لأذى نفسهم ونحن خاصة الزخائر غير متفجرة المتفجرات عندما يكون هذه الأسئلة متفجرة تستخدم في المدن في المؤولة بسكان المناطق تلك هذه الزخائر المتفجرة هي أكثر تعقيداً هناك الألغام موجودة في مناطق مفتوحة بعيدة عن المدنيين والأهداف المدنية نعنو كمنظمة حول الألغام في الحرب والنزاع في المدن هي نعمل على نزع تلك الألغام تكون تعقيداً تريد وقتاً أكثر وهي خطيرة وهي معقدة وشكراً جزيلاً لكم شكراً جزيلاً والآن أعتقد هناك سؤال للاورا ذكرت للاورا في عرضها ما هي أهمية تقديم هذه عامل الضرر ووضع هذه بالنسبة للأمور السياسية والعسكرية في تلك الأمور شكراً لهذا السؤال ستتحدث السؤال كيف واستراتيجية والمنحة في هذا المشكلة هي جزء كيف المشكلة استخدام هذه الأسلحة في المناطق المأهولة هي تم وضعها وهذا مهم جداً لأن المشكلة تعتمد على الأعمال بشكل لمعالجتي بالنسبة بالنسبة لمفهومنا نحن نعترف استخدام هذه الأسلحة المتفجهة في المناطق مأهولة وهي مهمة جداً لتطوير الاستجابة لها في الأبحاث التي عملها في منظمتنا وفي قطف عرضياج أسهر هذه المشكلة وأختبرناها في كثير من الدول في العالم وأظهرت الحاجة لنراها مشكلة عالمية وهذه تختبر في كثير من الدول والتي تستخدم في المناطق المأهولة ولذلك وجدنا أن هذه تم توثيقها إذن سيكون لديها ضرر بغض النظر وهذا هي القضية موجودة حتى لو ادعت الحكومات أو الجهات المسلحة بأنها تنفذ القانون الدولي وما قاله راسموس قاله أنه يجب علينا أن نلتزم بقانون قانون الدولي ولكن يجب علينا أيضا أن نفتح نفهم كيف يتم استخدام الأسلحة وما تقوم به تلك الأسلحة إذا تحدثنا مع الالتزامات الموجودة في هذا الإعلان لنفهم لنفهم ما هي السياسات التي يجد أن نفهمها ومتى يجب استخدام الأسلحة المتفجرة ومتى لا يجب استخدامها وشكرا شكرا جزيلا لورا هناك سؤال آخر لمهنة هل تسمع الترجمة مهند نعم يشكرك على هذه المداخلة وكنت تتحدث عن التأثير النفسي للضحايا في وما هي التوصيات للمنظمات الإنسانية لكي يكون هناك حماية للإنسانية وخاصة للضحايا التي دين لهم تأثير نفسي نعم يجب الاهتمام بهؤلاء الضحايا الخارجين من الحروب حيث يتعرضون لصدمات كبيرة يعيشون هم وأسرهم وخصوصا الضحايا كتجربتي أنا لا زلت أحس بآثار سلبية وخصوصا عندما أشاهد الأخبار وأشاهد الحروب والتي تذكر كيف مأساة الحرب تعود ببيئة الذاكرة إلى الوراء كيف كانت الحرب فتح فتكون نفسي تعبانة أو الصحة النفسية سيئة جدا بحيث لا يمكنني أيضا أن أشاهد تلك الصور أو الأخبار فيجب على المنظمات أن تهتم بهذه الشريحة أو أن تهتم بالناس المتعرضين للصدمات النفسية من الحروب اهتماما كبيرا شكرا 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 هل لديكم أي مداخلات على موضوع الصحة النفسية لوسي في اليمن هل يتم التطرق لهذا الموضوع من المنظمات الإنسانية خاصة في اليمن وهذا السؤال مفتوح إلى كل المتحدثين معنا اليوم إنه من الصعب أن نتحدث عن هذا الموضوع بصراحة إنه وطبعا يتم نقاشه كثيرا في المشاريع الذي نقوم بها ونتحدث عن الوعود وخاصة الصدمات الذين يتعرض إليها هي جزء من بعض البنود والمشاريع ولكن هي طبعا كثير من التحديات التي نواجهها في هذا المجال وخاصة في وضع المواضع على قيد الأفعال عفوا ليس بي هناك سؤال أيضا هناك موجود موضوع القوات المسلحة غير الحكومية الذين يقومون بالهجوم على المدنيين وكيف نحمي المدنيين منهم وخاصة في هذه المواقف الصعبة وخصوصا أن المدنيين قد يتعرضون لهجمات من قوات المسلحة غير حكومية هو سؤال عام هل يمكن ريني هل قد تكونين قادر على الإجابة وخاصة أننا نتحدث عن القوات غير المسلحة نحن لا نستطيع أن نعاقب نحن في اللجنة الصليب الأحمر بأن نتحدث عن الموضوع بأن يجب على كل دولة لديها مسؤولة لسيادتها وعلى أراضيها أن تحمي كل المدنيين الموجودين ضد كل الإجراءات الإجرامية والأفعال الإجرامية التي تحدث على أراضيها سرقة الأطعمة سرقة الأموال كل هذه الأمور الأفعال هي تعتبر انتهاكات وهي أيضا ضد أي القوانين المحلية الموجودة إذن الدولة هي المسؤولة الأولى لحماية الناس من أي شخص يقومون بأي من أي مجموعة مجموعات مسلحة غير حكومية إذن علينا يجب أن نفرق ما بين الحروب القوات المسلحة المسلحة وأيضا حقهم بالقيام بأعمال مشينة وجرائم ضد الناس نحن نتحدث إلى الجهاد نحن مثلا نتحدث نحن كل المصطلحات التي نستخدمها مثلا تدمير الممتلكات الشخصية وغيرها ونحاول أن نعلم عن القانون وكل المبادئ والقيام التي كنت أتحدث عنها كلها أساسية في السلوكيات اللاجئة أن تتبع من قبل القوات المسلحة ويجب أن تحترم حتى التقاليد يجب أن تحترم كل كل إذن حتى الثقافات نحن للأسف لسنا قوات حفظ السلام ولا نستطيع بشكل فعال أن نحمي المدينيين من هذا النوع من السلوك كما قلت نحن نستطيع أن نحاول الوقاية من هذه السلوكيات إذن المسؤولية الأساسية تقع على عاطق الدولة التي من مهامها أن تحمي المواطنين والمدنيين وخاصة عندما يتحربون مع تلك الجهات المسلحة طبعا هم بحجة أنهم يريدون محاربة الجهات المسلحة يقومون بسلوك مشينو ولكن يجب أن تحترم كل الأطراف السؤال الأخير حول الأعلان والسؤال أكيدا مرة أخرى للكل مفتوح هو ما بعد ذلك ماذا بعد الأعلان هل هناك أي كلمة لكل متحدث أو ما هي الخطوة التالية التي يجب القيام بها بعد هذا الأعلان لورا هل تستطيعين أن تبدأي إذن التنفيذ هذه الالتزامات هي يجب هي الطريقة المثلة للخطوة الثانية لدينا في مراجعة للتنفيذ في أبريل السنة المقبلة ومن في الاجتماع على السيئوقة في أبريل السنة المقبلة ريني هل لديك أي أيضا تعقيبات أنا أرى الخطوة الثانية هي أن نحافظ على الزخم الذي لدينا وخاصة بعد الإعلان وبعد الأحداث الكبيرة التي تحدث في دبلن من السنة المقبلة لم يكن هناك اعتدماد أو توثيق أو تسبيق من الأمم المتحدة ولكن أظن أن هي ضروبة ويجب علينا أن نحافظ على الزخم الموجود لأنها هي أداة مهمة جدا ولكن هي ليست الوحيدة يجب أن نحافظ على الاهتمام وعلى الزخم لكي ندفع بهذا الإعلان لكي يصبح على أرض الواقع شكرا راسموس هالك الكلمة أنا أقتبس وأردد ما قلته بالنسبة أنها هو موضوع أن نقوم بترجمة الكلمات إلى أفعال لأن يكون هناك عالمية لهذا الإعلان وأن نقوم بالتصديق على هذا الإعلان ونبدأ بالتنفيذ هذا ما سيحدث الفرق نحن نحاول أن يكون لدينا نحافظ على الخطوات وأن يكون هناك نقطة التواصل مهمة ووحيدة لنقوم بالمراجعة ومراجعة أيضا الأسلحة وكيف يتم استخدامها وما هي مكالية الأسلحة وما هي الأشياء التي يمكن أن نقوم بها هذا هو أيضا إذن جهود يجب الاستمرار بها شكرا شكرا لوسي للأسف مهند كان يجب أن يغادر لحالة طارئة لأعطي الكلمة الآن للوسي أظن أنه كان مجموعة رائعة من الأشخاص بأن يجب أن نحافظ على الزخم وأن نبدأ بالتفعيل والعمل وأيضا أن نرفع الوعي بوجود هذا الإعلان وهناك الكثير للأسف من الأوضاع والدول في العالم لا يعرفون بأن هذا الإعلان موجود إذن رائعة على نحافظ وإن تقرير وإن تقرير وإن تقرير وإن تقرير وإن تقرير كما راسبوس وإن ليس فقط أجل وإن أجل أجل شكرا جزيلا لقد انتهينا من هذا الاجتماع الهامشي هناك مهم أو شارك مع المتحدثين ونتابع بعد ذلك لاحقا ولكن لك سؤال شكرا جزيلا لكم وأمل سنرى عند التنفيذ في الأعمال وأماكن الأفضل والنشاطات اللاحقة التي نشهد والآن شكرا جزيلا لكم إلى اللقاء مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر